أعلن كيانو لاحتلال افتتاح أول مقبرة تحت الأرض في العالم في مدينة القدس المحتلة حيث تعد المقبرة الأولى من نوعها أحد مواقع الأخبار العبرية نقل أنه تم افتتاح المقبرة التي تعد الأولى من نوعها بحضور رئيس بلدية الاحتلال في القدس وكبار حاخامات اليهود مضيفا أن المشروع سيشمل إقامة نحو 24 ألف قبر على عمق 50 مترا تحت الأرض حيث من المتوقع أن يتاح في المرحلة الأولى نحو 8 ألاف قبر للدفن في نهاية العام الحالي